السلام عليك حقيقة الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة اليدا الرنج اليوم باذن الله راح نتشارك نصايح مهمة غير اللي بقولها في المقطع إيريت اللي عنده نصيحة ولا شي يكتبها بالكومنت النصايح اللي بقولها إخوان مش الأشخاص الجدد على اللعبة لا ممكنك تكون لعبها ألف ساعة وفيه بعض الأمور أو التفاصيل ما كنت عارف فيها فبدون تطويل مقدمة نقول بسم الله إذا كنت من الأشخاص اللي وده يستكشف على روغان من غير الضائقة الحيوانات خصوصا لو دخلت بعض الأماكن تكون لازم تمشي من مجاري وتلقى فيران أعزكم الله ولا شي أو يخرب جوك لاستكشاف بعض الحيوانات هذه المهم جبت لكم الشعلة هذه اللي اسمها البيست ريبلينت تورش هذه الشعلة هي أخوان موجودة في هذا المكان ستحصلها والله ما ذكر كمبس رخيصة المهم فايدتها لاجت تستكشف أنصحكم تستخدمونها طبعا أشباب الشعلة هذه تمشي ضد مش بس الفيران ضد حتى الكلاب مدري ذيابة يا خلع بتلد الرينك كذا تخبص لك بين ثلاث حيوانات تطلع لك كائن واحد فسمحوا لي معرفة وصف المهم غير هذا عندكم ذيابة المعروفين يعني طبعا الدب هذا يشلك أنت وشعلتك فلا تحاول معاه يعني فيه ما تمشي على الكل بس أنها تفيدك كثير والله في الاستكشاف ونيجي للنصيحة اللي بعدها اللي هي عن الكريستل دارت طبعا هذا الايتم وضيفته مشابه شوي من الشعلة ولكن الحرشة هذا يحرش بينه اثنين إذا شفت الأنمي يعني مثلا دخلته ضد بوس البوس مش واحد اثنين بوسين كذا مع بعض أو دخلت في منطقة مجموعة يجون ويقاتلونك أضرب على واحد منهم فيحولهم يتقاتلون ضد بعض عرفت وانت تترس تتفرج ما ياخذ طبعا غير فوكس بوينت شي تافه جدا لا يذكر فوظيفته حلوة صراحة يعني ممتعة وبنفس الوقت مفيدة فراح تفيدك في مواقف كثيرة ممكن الحين وانت شفت الايتم هذا ماكن تعرفه ممكن جثت في بارك اماكن كثيرة تجرب هذا الشي او بوسز معينين ودك انهم يتصافقون قدامك فبس هذا الايتم اتوقع انه عند اغلبكم وما استخدمه او ما جرب يستخدمه ولا عرف فايدته اما الشغلة اللي بعدها اخوان متعلقة بهذا الايتم ايش الايتم تمثال عفوا هذا التمثال وانت تستكشف اذا شفته اعرف انه فيه منطقة سرية مقابلة دائما لاتجاه هذا التمثال فكل اللي عليك انك تتوجه زيه كذا كأنه مقابل لقبله عرفت وتروح تقبل زيه وتمشي بتحصل المقبرة او مدري نسيت اسمها كاتا كومزا وشي كذا المهم رح تمشي نفس الاتجاه وبتحصلها بعض الاحيان لازم انك تقفز من فوق جبل ولا شي وتنزل وتحصلها من تحت لكن دائما يكون في نفس الاتجاه هذا التجار التجار يفضل انك تقتلهم وتاخذ الجرس حقهم لسبب وجيه واحد اللي هو انك تشل الجرس حقه او كل جرس كل التجار وتروح تعطيه التوأم في الراون تيبل هولد وهذا رح يسمح لك تشتري كل الايتمات اللي ممكن تحتاجها بعدين من مكان واحد فممكن انك تنسى تقولي اخي هذا الغرض شفتها عند فلان وين موقع فلان فمالها داعي كلهم جمعهم في مكان واحد فهذا رح يفيدك كثير التوأم هذا اللي بيقربون يعني سبروا مارقة كبير وعندهم الغراض كلها وهذا شي جدا جميل صراحة بس لازم انك تستكشف التجار اول مرة والنصيحة لبعدها توقع لكل يعرفها ولكن لعلوا عسى يمكن فيها تستفيد اذا ضايقتك العلامات هذه اللي انت تحطها في الماب ممكن انك تمسحها مجرد ما تروح تسوي واحدة ثانية يعني كل خمسة تقريبا يمسحون الخمسة اللي قبلها عرفته ما عندك الا خمس فلانها صارت لي هذه الشغلة اذكر في بداية اللعبة وجيت ادور السهم ودي احذفها ما انا بشايفها في الماب مدريت انهم خمسة ويحذفون بعض والنصيحة لبعدها اخوان بما يتعلق عن الماب بعد مجرد ما تفتح الماب وتحولها الى قوائم هذه رح تكون اسهل بكثير خصوصا اذا كنت بتروح للراون تيبل كلها بضغطة زرين وانت موجود في الراون تيبل هول غير انك لو كنت مثلا في الشمال من المنطقة الثلجية وتسحب الماوس الماب لين هنا فشغلات يعني تكون كذا حلوة عرفت انك تستخدم هذه شغلة شغلة ثانية لو تابع شرح مثلا ويقولك تعالى عند الجريس بوينت المعين ممكن ان بعض الحيان يقولك اسم الجريس بوينت ولا يرويك مكانه فهذه طريقة راح تفيدك كثير ان شاء الله وبس اروح لبعده النصيحة اللي بعدها اخوان في توزيع الامنتوري او الحقيبة اللي معك والاغراض اللي معك المهم سواء كانت سيوفها والملابسة وغيرها كل اللي موجود هنا في القوائم هذه تقدر تفرزه حسب شغلات معينة المهم اهم شي انك بعد ما تفتح الامنتوري راح تضغط على الدقمة اليسار اللي هي الثري راح يطلع لك هذا القائمة الفرز بيكون حسب النوع الشغلة هذي او الخيار الثاني انك متى اكتسبته تقريبا بيجيب لك اياه متى اكتسبت الى احدث واحد وهذا شيء جدا مفيد او بيفرز لك اياها حسب الويت اللي هو الوزن او الدمج او الريزيستنس او المقاومة الشغلة الاخيرة هذي المقاومة واللي قبلها الدمج فهذه خمس شغلات جدا مهمة بما يتعلق عن الفرز فمتاكد ان هذا المعلومة راح تفيد كثير منكم خصوصا في اذا كنتم تقدم في اللعبة كثير والدورة على الاتم معين او تبقى تغير من الاتمات القوية المقاربة يعني احصياتها البعض المهم خلصنا من موضوع الاتمات نخش على السلالم الحين يدي طبعا اغلبكم يعرف انه زر السرعة راح يسرع عملية طلوعك على السلم ونزولك ولكن يمكنك ما تعرف انه يمديك تهيل بعد وتشرب الفلاسك او اي نوع من الفلاسك وانت على ظهر السلم واللي يمكن ما تعرفه او اغلبكم ما يعرفونه اللي هو انك تهاجم وانت على السلم ترفس حرفيا ترفس او تبكس اللي موجود فوقك فشي جدا جدا رهيب وممكن ما تعرفونه والنصيحة الاخيرة يا اخوان بما يتعلق عن الرونز الرونز هذا يمديك انك تستخدمه كل اللي موجودين مثلا عندك مرة واحدة بدلا كل مرة تفعل واحد منهم راح تضغط الزر الثاني اللي هو الارثري فمجرد ما تضغط عليه وتسوي يوز سلكتد راح يفعلهم كلهم بنفس الوقت نفس الكلام يفيدك اذا جيت تبه تبيع للحداد او اي تاجر تبه تبيع له الغريت رونز ترى فيه السلكت اول او انك تبيع كله بالجملة كذا مرة واحدة فهذه معلومات يمكننا الكثير منكم يعرفها واتمنى ان فيه شغلات جديدة عليكم شكرا لمن تسمين القناة انت ربندر ومشاري لا تنسوني باللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته